السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ازيكم عمينيه نارض ان شاء الله في الدرس الجديد من دول الشروحات الانجلور هنتكلم عن 2-way data binding ازاي تعمل بأس incarnation بين html والtype script مرالي فاتت تكلمنا عن ازاي وان وي بس من type script للhtml النهاردة هنتكلم عن الاثنين مع بعض اي تغيير في html هيأثر في type script واي تغيير في type script هيأثر في html فتعال نشوف الموضوع دهات هيتم ازاي في نفس الكمبونت اللي احنا شغلين عليه نهارات احنا معرفين variable اسم و name بنفس الطريقة النهارات مفيش اي تعديل هيحصل نفس التعريف بتاع variable مفيش اي مشكلة خالص التعديل هيحصل في html ان بدلا ما خليه بندوق براجتس نهارات بس تاكيدة one-way data binding هخليه two-way data binding ازاي انا بقى عايز اخد data من الوزر فعشان كنت اعرف variable اسمه input اصلي يعرف input تمام نوع type بتاعه text تمام وقوله ان هاتبتن اسم المتابعة ومش لازم دلوقتي خليه بس text تمام فانا كنت اعرفت input جديد هاخده من الوزر فانا عايز اخلي بقى اربط ال input دهات بالميم اللي موجود في type script طيب ممكن اخلي ال value بتاعته تمام بتساوي two-way data binding تعال نشوف ايه اللي هيحصل تمام بقى في input جديد ال value بتاعته اسمها ايه اسمها نين اي تعديلي نهوط مش هيقصر لو انا جيت نهوط وقلتلو افتحلي terminal اه سوري مش نهوط لو قلت نهوط في ال component وقلتلو console.log first and second اوه 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 اقوله console.log تمام this.name تمام yes تمام ده القيمة الموجودة في انها نفس القيمة مفيش اي تغيرات مفيش اي تعديل حاصل في ال type script نعم عايز بقى خلي هاجي على HTML تمام وبعد ال name تمام اشيل دي كده وقلو اجسمها اخبرنا من ال syntax ng model تساوي ال name معنى ال syntax ان انا بقول للانجلر ان فيه two way data binding ما بين ال input اللي اسمه مثلا نخلي اسمه id بتساوي ال name تمام ما بين ال input ال id بتاعه ال name وما بين ال variable اللي موجود في ال type script اللي اسمه ال ng موضل ايه هو ال ng model هو المسؤول عن two way data binding بعرف في ال input بقوله ان ال input ال ng model بتاع ال input هو ال variable اللي موجود في ال type script ممكن تعتبر ال ng model زيها زي ال type زي ال id زي ال value زي ال name زي اي حاجه موجودة في ال input ولكن هي اللي بتربطه ما بين الموجود في ال html وبين الموجود في ال type script فانا كده قلت له اوكي بقى عملت اوكي اروح اعمل عادي جدا فكده المفروض ان اي تغيير يحصل في ال input يتغير في ال value بتاع ال type script تعالوا نشوف مثلا ان هوا تنقل له ال on او اسمها ايه change تمام نسوي function اسمها show تمام وكن نشرح للطريق المرة الجاية ان شاء الله في الدرس اللي جاي تمام واجه نهوت اقول له function اسمها show لا يبتعملوا ان هي bit console تمام .log this.name اوكي تمام واجه نهوت اروح جاي مهدي لاقول له اي تيكست فكده on change اه ما مضوع ال change تعمل مع ال change او لها تعملوا مع jQuery مع اي events مضوطة في javascript وتعمل مع ال inbooks فمضوطة on change موجود نفس الكلام بالضبط موجود في الانجلور ولكن من غير الان يعني الانجلور موجود اسمها ايه change الانجلور موجود كايفنت اسمه click بس بحطه ما بين القصين دولت بحيث ان انا عرف الانجلور ان ده الانجلور اللي هو اول ما يحصل نفذ الفونكشن الفلوني فانا قلت له اول ما يحصل change اللي هي انجلوري يعمل الفونكشن اللي اسمها show فكده باختصار شديد قلنا ان فيه synchronization ما بين الديتا الموجودة في html وبين الديتا الموجودة في type script وعشان الموضوع يوضح اكتر ممكن نغير من change event to input event بالنسبة اللي مش عارفين الانبوت event ده event بيتعمله fire لما اليوزر بيعمل type بيبتدي ان هو يتايب في الانبوت فيه تمام ده موجود في المودرن براوزر وفانسوراته موجود في الانجلور فلأ قلت له ok again hot كان ايه اللي بيحصل في الاول اللي بيحصل في الاول انا كنت بعمل type وبعد كنت بابعد بابعد الفوكس بحيث ان الاني change event اللي هو اسمه change event في الانجلور يتعمله fire في نفس سرعة تروح مشغل الفونكشن اللي اسمها show ويديني الديتا الموجودة في الـ type script ولكن النهوات عشان نشوف الموضوع قوة الـ data binding موجودة زي في الانجلور اي طيب انا هعملها في الـ input field هتروح مباشر لـ type script وتعمل لها ايه؟ وتعمل لها show وتران الفونكشن اللي اسمها show فكدهوات الديتا موجودة في الناحيتي يعني اي تغيير في الـ html هيروح للـ type script واي تغيير في الـ type script هيروح للـ html طيب التغيير اللي جاء من الـ html اللي بيجنب الـ user الـ user عمل اي event الـ user dove data الـ user عمل اي حاجة في الـ ui اي تغيير فيها بيروح مباشرة الـ type script و الـ type script ينفع انه تتغير من اي لوجيك انت ضيفه في الـ project ضيف من اي API calling اي data جاية من الـ API غيرت في الـ variables فانت عايز تغييرها مباشرة مش لازم ان انت تلسن على الـ data فدي من ضمن اهم الحاجات الموجودة في الانجلور وهي الـ two-way data binding لان انت مش لازم تلسن على التغييرات الموجودة في الـ variable مجرد ما قيمة الـ variable بتتغير على طول بيدعمل ايه؟ synchronization ما بين الـ html وبين الـ type script في حاجة مهمة جدا لازم نخبرنا منها بيقع فيها ناس كتير اللي هي الـ ng model موجود في الـ module اللي اسمه forms زي ما قلنا الانجلور عبارة عن modules كتيرة فيها شوية components وشوية directives انت تستخدمها ننفعش ان انت تستخدم حاجة في الـ component تستخدم حاجة في الـ word مش معمول لها import داخل الـ application اللي هو app.models داخل الـ main models فانا انه هوت لو شلت الـ form model بحيث ان الـ application ما يعرفش كل الـ directives اللي فيه كل الحاجات اللي فيه لو جيت قلتله بقى safe هيعمل build ليس سألي مشاكل في البلد وتقوم بإقدام الحماضي هدى أفضل أنه لا اعرف ella لا دعني중 انجي مودل لان هي موجودة في الفورمز مودل عشان كاراتها مش فاهم يعني ايه انجي مودل تمام فاجينا هتقول له معلش رجع على تاني الفورمز مودل فكارات هيجيب كل الديتا كل الديريكتف الموجودة في الفورمز مودل هيعمل لها امبورت داخل الابليكيشن بتاعي ويبطل يتعامل مع اي ديركتف انا هستخدمه فيها تمام زي الانجي اف زي الانجي فور اللي هتشوفكم ان شاء الله في الدروس اللي جاية في نفس الوقت زي زي الانجي مودل اللي هي خاصة بالديتا بايننج او ال two-way ديتا بايننج تمام او تلو سيف سوري تلو سيف هيعمل بلد في نفس الوقت هيعمل لويننج نشوف كده هيعمل لويننج وزرقة تمام وعمل لويننج ويكمل وما فيش اي مشاكل وبنزل فورمز تمام كده احنا خلصنا الدرسة بسيط دهات وشرحنا ايه هو ال one-way ديتا بايننج في الدرس اللي فات وانا او تكلمنا عن ال two-way data binding وان انه هو من اهم الحاجات المهوضة في الانجي دفع هيا اسفل اكسسالات والتعليقات انا موجود الى سوشيال ميديا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة